من أحكام الحج سين هل يجوز للشخص القادر على الحج أن يؤخر الحج عدة سنوات؟ جيم من استطاع الحج وتوفرت فيه شروط وجوبه وجب عليه الحج على الفور ولا يجوز له تأخيره قال ابن قدامة رحمه الله من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولم يجوز تأخيره وبهذا قال أبو حنيفة ومالك لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين والأمر على الفور وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد الحج فليتعجل رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وفي رواية أحمد وابن ماجة فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي فأجاب الصحيح أنه واجب على الفور وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج بيت الله الحرام أن يؤخره وهكذا جميع الواجبات الشرعية إذا لم تقيد بزمن أو سبب فإنها واجبة على الفور والله أعلم الصحيح اشتركوا في القناة